اشتركوا في القناة 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 راح يكون باكثر من طريقة واحدة اشتركوا في القناة 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 يلا يا أبطال وافتحوا للكاميرات تتغلقوا هنحبايبي أحسنت يا روان حبيبتي روان علي ممتاز حبيبتي كنا نفتح الكتاب أحسنت محمد علي كنا نفتح الكتاب عفية سجاد علي زيدون ممتاز ريتا يلا حبايبي كليتنا أحسنتي ليان تارا آوس علي آدم كنا نفتح الكتاب جعفر إبراهيم علي أحسنتم أبطال نرجس مريم ممتاز يوسف أثير أحسنتم رح نجي دائماً احنا بصفحة الاختبار القابلين حذر شنون حذر القلم الرصاص نالتنا قلنا ما يصنكتب قلم الجاف بدايتين رح نجي على رقم واحد قايل لي أجد ناتج أجد ناتج عندي عمليات رياضية يريد الناتج مالتهم مدار عندي علامة الزائد معنا شنو؟ معنا عملية جمع عملية جمع طبعاً هنا لش منطيني؟ مطين طريقة الجمع بصورة نسميها صورة عمودية صورة عمودية هذه هي الطريقة عمودية يعني الرقم واحد فوق الآخر كأنه شكل العمود أما هذه الصورة الأخرى هنا قال لي خمسة زائد خمسة هذه أسميها طريقة أفقية لكن هذه الطريقة عمودية هو الناتج أول تاني نفس الناتج تمام؟ إذا كانت العملية أفقية أو عمودية هو نفس الناتج تمام يا أبطال؟ زين رح نجي بداية عندي هنانا هذه العملية أو الجملة الرياضية أريد أحد يقرأ ليها ويجمع لي الأعداد يلا يا علي زيدون نعم شاشي نلاوي البطل شونك يا حلو يلا حبيبي شون عندك جد الأعداد قرأ لي ياهم عشرة أحسنت ناطج عشرة أحسنت تبارك الله تسعة زائد واحد تسعة زائد واحد أحسنت كيف تساوي؟ تسعة أربعة أحسنت ستة سبعة ثمانية سوس عشرة عشرة أحسنت بارك الله اللي الرياضية أو الجملة الرياضية الأخرى يلا يا علي أحمد حبيبي شونك يلا يلا علاوي أقرأ لي جملة الرياضية الأمامك واحد مئة نادة أربعة سبعة ثمانية عندي ثمانية زائد بالمربع هنا أكو عدد أكو أشعة سفر لا يعني سفر لا توجد قيمة إذن ثمانية زائد سفر كم يساوي؟ ثمانية أحسنت إذن إذن أي أدد أجمع شكرا يا علي أي عدد الجمعة مع من؟ الجمعة مع السفر سيكون نفس الناتج إذن أنا عندي ثمانية صار عندي ثمانية ثمانية زائد سفر رح يساوي لي ثمانية الجملة الرياضية الأخرى الجملة الرياضية الأخرى يلا يا جعفر جعفر عادل سي حلي شونك عشرة سيلا تعفوري أقرأ لي جملة الرياضية الأخرى خمسة زائد خمسة يساوي عشرة أحسنت هذا هو كان عندي يذكرني بدرس جمع أدد مع نفسه خمسة جمعتها مع من؟ مع الخمسة يعني مع نفسها رح يكون الناتج مضاعف إذن خمسة زائد خمسة يساوي عشرة أحسنت مبارك الله بك الآن ننتقل على رقم اثنان اكتب العدد في المربع خمسة زائد كم حتى يساوي لتسعة خمسة زائد كم حتى يساوي لتسعة يلا يا يوسف يوسف يعرب احسنتم خمسة زائد أربعة رح يساوي رح يساوي لي تسعة خمسة زائد أربعة يساوي تسعة بارك الله بك يا يوسف عمل شكرا شكرا لك جملة رياضية أخرى اللي شارك وماما خلينزلون إيدهم عمود غيركم يشارك ماما يلا يا سارة سارة أحمد دعم سونسي سوسو جميلة شونش حبيبتي بخير وحمد الله يلا دائما بخير والحمد الله يلا يا حلوة قليلي نانا شنو عندي هذي يا علامة علامة الناقص انتي علامة الناقص يعني شنو علامة الناقص حتى ناكل هين أحسنتي ناكل هين يعني شنو معنا رح يقل العدد هذه عملية طرح أحسنتي ستة ناقص كم حتى يكون الناتج اثنان أربعة حسنتي رح تاكنين أربعة ممتاز وبرك الله بيت يا سارة ستة ناقص ستة ناقص أربعة يساوي اثنان أحسنتم دعشوف أكو بيدهم بيسوون الأعداد بشكل صحيح أحسنتم مبارك الله بيكم ننتقل ننتقل الآن إلى تمرين الرقم ثلاثة قاعد لي أضع علامة صح على الإجابة الصحيحة يعني هو منطيني جملة رياضية ومنطيني أرقام الرقم المناسب للعملية الرياضية أحط عليه صح تمام يلا يا أوس نعم سانتي حبيبي شونك بلو يلا يا أوس عندك سبعة نا سبعة اثنو ربعات زائد يعني عملية جمع ثلاثة يساوي كم يساوي سبعة اثنو ربعش ثلاث على كيفك احسبو المربعات كلهم شو شادي يسوون المربعات كلهم نحسبهم واحد نقران سبعة ثمان سبعة عشر عشر احسنت اذا عشرة هي هو الناتج النهائي اذا نحط عليه علامة صح نضع علامة صح عشرة احسنت انا كاتب قبل قبل حالة حالة لمو حالة لانها ميداك تبقى اشتيدك حبيبي بطن انت اوس اذا سبعة زاء ثلاثة يساوي عشرة مثل ما قال زميكم نضع علامة صح على العدد عشرة زين عندي جملة رياضية اخرى ثمانية ناقص اربعة ومثل ما تلاحظون شطبنا يعني عملية طرح يعني راح من عده كم الباقي كم الباقي يلا يا رقي نعم سانسة حبيبت شونت الحمد يلا يا رقي عندت ثمانية عندت هنان ثمان مربعات شطبنا منهم يعني راح من عدهم يعني ناقص اربعة شكتب وقا وجد يساوي نح نح أحسب اللي ممشتوبات مو صحيح راح نحسب راح نحسب شنو لما ممشتوبات لأن اللي نشطب وراح مو صحيح احنا راح شرح نحسب يساوي اربعة احسب يساوي اربعة احسنت اذا نضع علامة اربعة هي الناتج انها اذا نحط علامة صح ثمانية ناقص اربعة يساوي اربعة أحسنتي يغلق الصوت من يمس كيف تلاحظون ماما أنا هنا شنو عندك إدان سانسا كران إلت حبيبتي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أنا عندي هذه ثمانية راح منعدهم أربعة شلتي يبقى عندي أحسب لي مش طابتهم واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أربعة هو الناتج النهائي أضع علامة صح عليه الآن ننتقل للتمرير الرقم أربعة غاين بي أجد ناتج الجنع أجد ناتج الجنع شكد عندي آني؟ عندي أربعة زائد ثلاثة كم يساوي؟ احنا قدرنا استخدم إيدنا أشوفكم أكود يستخدمون بإيدهم استخدموا إيدهم شوفوا لجد الناتج ترجمة نانسي قنقر ته يساوي يلا يا اللي شاركة وغن ننزل من إيدهم يلا يا يارا يارا حبيبتي شونيش؟ زينا إن شاننا زينا يلا يا يارا عندك أربعة زائد ثلاثة كم يساوي؟ سبعة أحسنتي أربعة زائد ثلاثة يساوي نكتب بالمربع العدد سبعة نكتب بالمربع العدد سبعة أربعة زائد أربعة أربعة زائد أربعة يلا يا محمد علي نعم سانسي شونك حمودي نعم سانسي زين إن شاء الله زين يلا يا حمودي أنت زين أنت زين أنت زين حبيبي أنا زين ودام أنت زين أنا زين مشتاقلك أنا مشتاقتك حبيبي كلكم مشتاقت لكم يلا حمودي عندك أربعة أربعة زائد ثلاثة ممتاز أحسنت بارك الله بك هذا جمع عدد مع نفسه أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية أحسنت يا محمد بارك الله بك نعم سانسي نعم حبيبي لا حلم قبل كماني شون قلبي لا لا حلم قبل بطل أنت بطل بطل حمودي أحسنت حبيبي إذن الآن عندي ثمانية زائد واحد يساوي ثمانية زائد واحد يساوي يلا يا روان روان عدنان نعم سانسي جميلة شونج حبيبتي جميلة يلا حبيبتي عندك ثمانية زائد واحد يساوي تسعة تسعة أحسنتي نكتب تسعة بالمربع أحسنتي وبارك الله بيج رح نكتب العدد تسعة نكتب العدد تسعة أحسنتي أحسنتي حبيبتي الآن ننتقل إلى تمرير رقم خمسة اكتب العدد وأجد الناتج أنا عندي هنا شنو منطين مربعات لازم أشوف شوية عددهم أكتبه بالمربع وبعدين أجمعهم تمام يلا يا زهراء زهراء نعم سانسي زوزو جميلة شونج حبيبتي سانسي شونج آني زينة حبيبتي إنتي شونج زينة إن شاء الله زينة آني شتاقت لك وانهم شتاقت لكم بكلكم هواية حبايبي يلا زوزو نانا كم مربع عندك باللون الأخضار أربعة أحسنتي إذن أربعة راح أكتب بالمربع أربعة زائد كم مربع آخر أيضا أخضار حسبيهم أم أربعة أحسنتي أيضا أربعة إذن أصار عدي أربعة زائد أربعة كم يساوي يساوي ثمانية أحسنتي يساوي ثمانية أحسنتي مبارك الله بيت يساوي ثمانية نعم حبيبتي أحسنتي أمام هذا المربع أكو أعداد؟ أكو مربعات؟ تشوف أكو مربعات؟ نعم هنا أكو مربعات أمام هذا نعم لكن هذا أول واحد أكو أمامه مربعات؟ لا لا ما أكو يعني شنو؟ يعني لا يوجد يعني يا عدد؟ صفر صفر أحسنت ما لقيه صفر صفر نكتب بالمربع صفر زائد كم مربع هنا عندك؟ أحسنت واحد ستة أحسنت ستة ستة صفر زائد ستة أحسنتي أمامه أحسنتي أمامه أحسنتي أمامه أحسنت بارك الله بيك زين إذا عندي هستاني صفر زائد ستة كم الناتج؟ ستة أحسنت ستة أمامه أي عدد أجمعه مع الصفر ما لقي ما هيبقى نفس العدد أحسنت بارك الله بيك صفر زائد ستة رح يساوي لستة أحسنت يا شهم ننتقل للتمرين الآخر ننتقل للتمرين الآخر يلا يا أنا أشوف البعض ما مرافع إيدي ليش مرافعين إيدكم؟ يلا يا يا سين نعم شون سي يونك يا حلوة زين إن شاء الله زين يلا يا سين شون حبيبي اشتاقلك وانهم مشتاقتك وانهم مشتاقتك وانهم مشتاقتك أحسنت كم مربع أخضر ثلاثة هذا العدد ثلاثة بالمربع ثلاثة مربع أيضا عندك أخضر هنا خمسة واحد ثلاثة خمسة أحسنت جملة لاظذة ثلاثة زائد خمسة ثلاثة ثمانية أحسنت ثمانية بارك الرابط سيكون الناس ثوة ثمانية أحسنت ثمانية ثلاثة زائد خمسة ثمانية ثمانية شكرا لك حبيبي أغلقوا الصوت من يمك الآن راح ننتقل إلى شنو راح ننتقل إلى درسنا الدليل الموروح وجود بهذا الفصل وراء الاختبار القبلي اللي هو راح نشوف فكرة الدرس أنا أمامي شنو أمامي أنا أمامي عندي هناك أمامي سورة الدجاجة طبعا إحنا نستفاد من الدجاج بالبيض واللحن شنو عدنا نستفاد من هذي الدجاجة بيننا بالبيض هسه أنا شنو عندي أمامي أنا خلط لكم هذي أمامكم طبقة صغيرة من البيض هذه الطبقة صغيرة راح نداما من نشتريها تحتوي على عشرة بيضات تحتوي على جيد عشرة بيضات هسه أنا أمامي هذي الطبقة مجموعة 100 من البيض الملونة هذي عندي بيض ملون أمامنا تمام عددهم هم عشرة هذي هو العدد عشرة تمام بيضات أريد أضيف عليهم من بيضة اثنان أريد أضيف عليهم اثنان إذا صار عندي عشرة أريد أضيف عليهم اثنان شون راح أجي أجمعهم طبعا إحنا مثل ما نعرف عدد الأصابع هي عشرة تمام عدد الأصابع هي عشرة يعني أنا ما راح أقدر استخدم كل إيدي أكل عشرة وخليها أثنيا ما راح أقدر راح أجي شون أقدر أجمع راح أجي أجمع عن طريق أشوف منو العدد الكبير أجي أشوف منو العدد الكبير منو العدد الكبير عشرة أمي اثنان الشروع لده أشوفكم الشروع لده أشوفكم العشرة أمي الاثنان أحسنتم العشرة هو العدد الكبير العشرة هو العدد الكبير إذن أنا عندي عشرة زائد اثنان هي عشرة كبيرة نطلع اثنان بيدنا العشرة بعقلنا الاثنان بيدنا يلا كليتنا كليتنا اثنان نتقدم للامام عشرة احد عشر اثنان عشر اذا الناتج هو اثنان عشر اشتوينا شون جمعنا بهذه الحالة شون جمعنا بهذه الحالة انه العدد الكبير وانا اخليه خليه بعقلي احنا اذكياء العدد الكبير هو عشرة والعدد الصغير هو كام؟ هو اثنان خليت الاثنان بإيدي وتقدمت للأمام عشرة اثنان بإيدي احد عشر اثنى عشر رح ناخد مثال آخر احسنت يا أوس اثنى عشر رح ناخد مثال آخر وانتو تحلوا لي ايضاً أمامنا عشرة عشرة بيضات أمامي عشرة بيضات أريد نضيف عليهم ثلاثة أريد نضيف عليهم ثلاثة إذن صار عدي جملة رياضية عشرة زاء الثلاثة أن يساوي منو العدد الكبير منو العدد الكبير وش رح نسوي منو العدد الكبير وش رح نسوي يلا يا بشار حبيبي شونك حبيبي رمضان كريم حبيبي رمضان كريم إن شاء الله عني لون عليكم واني هم مشتاقت لك حبيبي بشور الودة ممتاز الأشرة هو العدد الكبير أحسن تنخليه بعقلنا والثلاثة شبيهة الثلاثة حنخليها بإيدينا ونتقدم للأمان عشرة نسوه 11 12 13 أحسن 13 إذن هيكون الناطج هو 13 أحسنت يا بشار وبارك الله بيك أيضا حطيكم مثال آخر طبعا هذه الأمثلة كلها أمثلة خارجية حتى سهلنا فهم الموضوع يعني إذا أقل لي 9 زائد ثلاثة 9 زائد ثلاثة كم يساوي خلي نفترش راح نسوي نحن أخذ العدد الكبير نخلي وين نخلي بعقلنا ونتقدم للأمام كم خطوة حنتقدم للأمام يلا يا علي نعيم نعم شانسي حبيبي شونك جينس سانسي نعم حبيبي موحدة بشار حبيبي لأ 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 لتر والميلي لتر لتر والميلي لتر سانسي سانسي حبيبي أقعد بمكان وحدك حتى أسمعك تسمعني ماما نعم تمام علاوي عندك تسعة زائد ثلاثة من العدد الكبير؟ نعم من العدد الكبير؟ تسعة أحسنت العدد الكبير هو تسعة إذن تسعة وين تسعة بعقلي وثلاثة وين وين هسوي ثلاثة وين باعوها أنا خلت لكم عدي إيد بح نتقدم للأمام أحسنت سوي ويايا تسعة بعقلي ثلاثة إيدي كنا كنا كنتنا يا أبطال تسعة بعقلي نتقدم للأمام عشرة داعش مو عش أحسنت يعني شنو هنقول عشرة أحد عشر إثنى عشر بتتحظون شنو أنا خلت لكم عم واهم أحسنت إذن الناتج هيكون إثنى عشر أحسنت يا علي نعيم مبارك الله بيك إذن حبايب هنانا شنو عندي؟ هنانا عندي آني تسعة تسعة زائد ثلاثة ثلاثة كم يساوي دائماً مندوخ؟ من قدرن نحط تسعة بإيدنا ونرجع أيضاً نخلي بإيدنا ثلاثة رح نتخربط العدد الكبير العدد الكبير هنخليه بعقلنا نخليه بعقلنا والعدد الصغير نخليه بإيدنا ونتقدم للأمام من العدد الكبير العدد الكبير هو تسعة العدد الكبير هو تسعة زائد زائد معنى العدد حيزيد عملية رياضية معنى جمع ثلاثة ثلاثة هو العدد الصغير بيدي مثل ما دا اشوفون هنانا انا خلت لكم عدد اصابع ثلاثة تمام اذا عشرة احد عشر اثنى عشر تمام جيد الآن نوان رح ننتقل الى فقرة اتعلم اللي موجودة بالكتاب قايل لي درسي اليوم طبعا احنا بهذا الفصادة المقلنا حنتعلم الجمع باكثر من طريقة هذه واحدة من الطرق اللي هي احنا نتقدم للامان تمام حبايب كاميراتكم نتغلقوها ماما لان العدد شبير ماما فحتى اشوفكم وايد اشوف اكو غلقين الكاميرا مالتهم افتحونا الكاميرات يا ابطال عباس ابراهيم ليان امير سجاد مريم افتحو ليها الشهم يلا يا ابطال افتحو لي الكاميرات ماما عباس رائد ماما نجلس جلسة صحيحة نجلس جلسة صحيحة وننتبه للدرس يلا يا بطال صار عندنا بس درسين باليوم يعني ان شاء الله يكون جدا سهل علينا تمام زي عندي فقرة اتعلم قايني في الملعب تسعة من الريشات هذا الريشات اللي لعبون بيها لعبة التنس تمام وراح تقدم للأمام اثنان احسنت يا علي نعين دا اشوفكم دا كودا يساوون بايدكم ممتاز احسنتم اذا تسعة عشرة احد عشر اذا الناتج هو المجموع احد عشر كأنه هنانا عملية رياضية قايني تسعة زائد اثنان فراح يكون الناتج عندي جد احد عشر تتقل الى فقرة اتأكد طمعا بس فقرة اتأكد نحلها اليوم ان شاء الله الدرس القادم حنحل فقرة احل وايضا نحل النشاط يعني ما عدكم واجب تمام يعني واجب لا يوجد تمام زي قاين لي فقرة اتأكد اجد عدد التلاميذ في الساحة قاني هنا عندي بالصورة عدد من التلاميذ ثمانية وين هم الثمانية هذول هم الثمانية بعوه هأشرلكم عليهم هذول اربعة وهذول اربعة هنجمعهم باعو واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ذول ثمانية زائد اريد اجمع منه ايام اجمعهم مع ذول البنات ال szczرافة ادى يلعبون تنس واحد اثنان ثلاثة فصار عندي ثمانية زائد ثلاثة يوساوي كم يوساوي؟ شو رح نجمعهم؟ العدد الكبير وين؟ العدد الكبير وين أخليه؟ والعدد الصغير شا سوي له؟ يلا يا درغام ما عندنا نسي حبيبي شونك؟ يلا يلا درغام إذا أنت عندك ثمانية زائر ثلاثة عندنا الثمانية وين نخليها؟ درغام العقل بعقلنا تمام؟ الثمانية بعقلي يعني أكون ثمانية هسة والثلاثة شا سوي؟ بإيدي بإيدي طلع ثلاثة بصابيعة ثمانية تقدم للأمام ثلاث خطوات ثمانية تسعة أحسن تسعة عشرة أحد عشر ممتاز وبارك الله بك إذن حيكون الناتج هو أحد عشر باعوه وحللنا ثمانية مشينا ثلاث خطوات تسعة عشرة أحد عشر هذا هو الناتج أحد عشر أحسنت يا درغام ننتقل الآن إلى تمرير رقم اثنان مع زيد أحد عشر من هذا الشعار لصورة الأمامكم فريق كرة قدم ومعالينا ثلاث شعارات ما مجموع ما معهما إذن صار عندي أحد عشر زاء الثلاثة الأحد عشر ما قدرنا نستخدمهم بإيدي لعدوان حاوديهم والثلاثة شا سوي لهم يلا يا أبطال طبعا هي طريقة جدا سهلة وخال لنا هنا أنا مربعات حتى نتقدم للأمام تمام يلا يا يامل نعم سانسي كيف حالك زين يلا يا موني عندك أحد عشر زائد ثلاثة أحد عشر زائد ثلاثة شا سوي للأحد عشر منه الكبير منه الكبير أحد عشر أو ثلاثة أحد عشر أحسنت الأحد عشر هي الكبيرة زين والثلاثة شويها الثلاثة هي الصغيرة يعني الثلاثة شا سنسوي الثلاثة قدم للأمام وراء الأحد عشر منه إثناء عشر أحسنت بار هنا نكتب المربطات إثناء ثلاثة عشر ثلاثة عشر أحسنت أبعة عشر أبعة عشر أحسنت بارك الله بي إذن حيكون الناتج هو أربعة عشر الناتج حيكون أربعة عشر أحسنت يا يامن وبارك الله بيك تغلقني الصوت من يمك شكراً إليك حبيبي ننتقل إلى تمرير الرقم ثلاثة قايل لي أحوط العدد الأكبر وأعد لأجد الناتج أنا عندي أيضاً نحوط العدد الكبير مثل ما قلنا العدد الكبير دا نخليه بعقلنا لذلك شنو؟ احنا هنحوط العدد الكبير ونتقدم عن طريق العدد الصغير للأمام تمام؟ عندي اثنان زائد تسعة اثنان زائد تسعة اثنان زائد تسعة من العدد الكبير من العدد الكبير يلا يا يوسف يوسف الجميل شونك حبيبي؟ زين إن شاء الله دائماً زين يلا يا يوسف عندك من العدد الكبير؟ الاثنان أم التسعة؟ التسعة التسعة أحسنت إذن هنحوط بداية العدد تسعة العدد تسعة وين أخليه؟ وين أخلي يوسف العدد الكبير؟ بقلبك بقلبك اللي هو قلبك أو عقلك ماكو مشكلة لكن شنو احنا شنو عدنا العدد الكبير خلينا بعقلنا اللي هو تسعة تسعة زائد اثنان يعني الاثنان شا سوي لها وين أطلعهم؟ بأصابيع كم خطوات قدم يوسف؟ اثنان اثنان إذن صار عندي اثنان تسعة اثنان تقدم اثنان تسعة عشرة أحد عشر أحد عشر أحسنت تسعة عقلي واثنان بإيدي حتى تقدم للإمام رح تقدم فقط اثنان إن هو عيد مني اثنان إذن اثنان زائد تسعة يساوي أحد عشر يساوي أحد عشر شكرا يا يوسف تمرين آخر خمسة زاء الثلاثة يساوي خمسة زاء الثلاثة يساوي يلا يا نرجس نرجس أصيل نعم سانتي حبيبكي شونج انتي روان زيني زيني نرجس تمامو أكوثين مفتوب نرجس يعني الصوت عالهم مفتوحك يلا نرجوسه حبيبكي عندش خمسة زاء الثلاثة ثمانية أحسنتي ثمانية هذي شنو عندي رح استخدم الخمسة بإيدي والثلاثة أيضا بإيدي لأن هي أعداد صغيرة أحسنتي هذه الأعداد صغيرة رح أقدر استخدم إيدي يد تحتوي على خمسة أصابع واليد الأخرى ثلاثة أصابع فحيكون الناتج ثماني أحسنتي يا نرجس بارك الله بيش فغلق الصوت من يميش إذا عندي آني واحد زائد سبعة عشر هنا عندنا العدد الكبير هو الخمسة اللي حنحوط نحوط العدد خمسة لأنه هو العدد الكبير واحد زائد سبعة عشر واحد زائد سبعة عشر واحد زائد سبعة عشر منه الكبير يلا يا أمير نعم سنتي أموري كوردس شونك حبيبي بخير والحمد لله إن شاء الله دائما بخير والحمد لله ليشغلق الكاميرا يا أموري مريد نشوف وجهك الحلو مريد نشوف وجهك الحلو تفتح لنا يا هالكاميرا يلا أموري عندك العدد واحد والعدد سبعة عشر عندك العدد واحد وعندك العدد سبعة عشر منه هو الكبير الواحد أم السبعة عشر سبعة عشر أحسنت إذن أول شي إحنا بداية حنحوط السبعة عشر أحسنت وعندي شنو العدد واحد وين أخليه بإيدي رح أتقدم خطوة واحدة سبعة عشر منه وراها أتقدم للأمام خطوة واحدة منه بعد السبعة عشر ثمانية عشر ثمانية عشر تقدمت خطوة واحدة للأمام صار عندي الناتج هو ثمانية عشر أحسنت يا أمير وبارك الله بيك أحسنتم بكلكم وبارك الله بيكم هذا كان ما يخص درسنا لهذا اليوم إن شاء الله الدرس القادم نكمل فقرة أحل وفقرة النشاط اللي هو التمرينات ما عدكم واجب طبعا اللي مشاركة وماما للزعلون إن شاء الله أنا صدرت أسامي دي شاركة وإن شاء الله الدرس القادم هو نفس الموضوع لكن تلاميذ آخرين هما اللي حيشاركون تمام نشوفكم بالخير إن شاء الله وإن شاء الله تكونوا استفادية من الدرس كانت معكم أستة سار عهد مع السلامة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر